أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أنه تم الانتهاء من تطوير 25 محطة من محطات مشروع كايروبايك وتوفير 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع أشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى إقبالا من المواطنين كما تم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة مضيفا أن بيانات الرصد والمتابعة للمشروع خلال الفترة الماضية أوضحت نموا سريعا لقاعدة المستخدمين حيث لقيت المنظومة إقبالا كبيرا وتجاوز عدد مستخدمي كايروبايك حتى الآن 10 ألاف مستخدم خلال شهرين من زوار وقاتمي القاهرة ومنطقة وسط المدينة والسائحين المترددين عليها كما أبدى المواطنون من مستخدمي كايروبايك رضاءهم عن المنظومة بالشكل الجديد ترجمة نانسي قنقر